اشتركوا في القناة ويريت اللي عنده دعاء جميل من الأدعية اللي فيها مش للشخص نفسه لغيره هيك للجميع أدعية فاكتبونا إياها في التعليقات عشان تصير بالحلقات القادمة إن شاء الله يعني أسجلها بصوتي اللهم إني أتوسل إليك أن تفرج أمورا ضاقت بها صدورنا وحارت بها حيلتنا وقل عليها صبرنا اللهم أسعد قلوبنا بما أنت أعلم به منا اللهم اجعل ما نريده في حياتنا قريبا محققا تسر به عيوننا وتجبر به خواطرنا اللهم أسعدنا سعادة الدنيا بخيرها والجنة بفردوسها طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة وجمعة مباركة على الجميع إن شاء الله طبعا القمر اليوم هو استقر في برج القوس وبرضو عنا اليوم المشتري اللي رح يتراجع للحوت ويكمل تراجع في الحوت اليوم برضو القمر الآن موعد بث الحلقة وموجود في منزلة الشوالة اللي هو احنا طبعا مساء يوم الخميس من بث الحلقة الساعة ثنتين بتوقيت جرينتش فالقمر ما زال موجود في منزلة الشوالة وهي منزلة للضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وتسع دقائق من مساء اليوم الخميس لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة النعائم وهي منزلة للإصلاح والسرعة والتقريب والتفريق ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وتمانية وأربعين دقيقة من مساء يوم الجمعة لا ينتقل بعدها لمنزلة البلدة وهي منزلة للثبات والربح والسلامة بما أن القمر موجود في برج القاوس معناته اليوم منشعر بالابتهاج ومنجد الناس أكثر مرحا ومننطلق على سجيتنا وبيتجه تفكيرنا من خلال تفاؤلنا لعالم الفلسفة والدراسات الدينية كما منميل في هذه الفترة للترحال والسفر والرياضة والمغامرة وبوسعن اقتراض مال أو دراسة لغة جديدة أو الاستمتاع بهواي ما وتجربة الحظ والتخطيط لرحلة ما أو إجراء مكالمة مع شخص في مكان بعيد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا عنها أول زاوية رح نحكي عنها اللي هي زاوية التثليت الإيجابية بين عطارد وبين المريخ وهاي طبعا اليوم آخر يوم لتأثيراتها بعدين رح تنتهي وعادة هاي الزاوية لأنها إيجابية بسود شعور عام بالوئام فبسهل علينا التفاهم مع الآخرين وتعزيز برضو العلاقات مع الأحبة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين الزهرة وهاي تأثيراتها حكينا لغاية 5-11 هاي بتعطينا نظرة تفاؤلية للحياة بصورة عامة وبرضو تعطينا نوع من أنواع الدفعة النفسية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع يعني سلبي منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وتأثيراتها لغاية يوم 16-11 هاي زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوع حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبالدل كذلك على إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للأحداث اللي اليوم رح تصير والزوايا اللي رح تتشكل فعنا أول حدث هو تراجع المشتري إلى الحوت كوكب المشتري اللي بيتراجع في الحمل من مساء يوم 28 سبعة اليوم وفي تمام الساعة خمسة وعشر دقائق صباحا بتوقيت جرينج رح يكمل تراجعه ويرجع من الحمل للحوت ورح يستمر في التراجع حتى مساء يوم 23 احداش في هاي الفترة المضت من 28 سبعة لغاية اليوم شعرنا في هاي الفترة بفقدان الحماسة وخف عنا تفاؤلنا وبرضو حصل بعض التعطيل في المجالات اللي بتتناولها كوكب المشتري اللي هي النشر والصرافي والصيرفي أسعار العملات، التقلب المالي، البورصة، الدراسات الجامعية اللي صار عليها مشاكل والناس دخلت تخصصات مش التخصصات اللي بتحبها مثلا أو بدهم ينقلوا من تخصص لتخصص ما زبطت الأمور الأمور الفلسفية والأمور الدينية اللي صار عليها جدل كبير بالفترة الماضية وأيضا الأشخاص اللي كان عندهم رغبة بالترحال أو السفر أو الهجرة اللي صار عندهم تأجيل أو تعطيل لهاي المسائل طبعا هاي كلها بسبب تراجع المشتري واللي رح يستمر كمان تراجع لغاية 23-11 رح تظل هاي الأمور قائمة في فترة تراجع المشتري دائما منحكي يجب أن لا نعتمد على الحضوض بل يتوجب علينا الاعتماد على أنفسنا عشان نحصل على نتائج مرضية قدر المستطاع أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية ما بين القمر وما بين زحل وطبعا هاي رح تكون دروتها الساعة 6-16 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها بتبدأ من ساعات الظهر وبتستمر لغاية ما بعد منتصف الليل اللي هو يعني أول ساعات من يوم السبت هذه الزاوية بتخلينا أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الكبد والعجز عظم الفخد عظم آخر العمود الفقري عضلات الورك مفصل الورك الفقرات القطنية والعضلات القطنية بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية لأنه خلاص طلعنا من تأثيرات الكسوف فالأجواء أصبحت إيجابية وما في عنا قلوه مسار طبعا هذا اليوم أيضا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بل يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج القوس معناته خلوه المسار القادم رح يكون يوم السبت 29 عشرة بيبدأ في تمام الساعة واحدة وتسع دقائق بعد الظهر وبيستمر حتى تمام الساعة واحدة وواحد وعشرين دقيقة بعد الظهر يعني زي ما حكينا هي مدة دقائق فقط لغير 12 دقيقة وبنتهي خلوه المسار لا يستقر القمر بعدها في برج الجدي بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال عمره ثلاثة أيام في تمام الساعة ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره أربع أيام نسبة الإضاءة بتصير خمسة عشر في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22 11 سعيدة بنسبة مية في المية القمر في القوس حتى يوم 29 10 سعيدة بنسبة 45% الآن بعد منتصف الليل بصير سعيدة بنسبة 15% في ساعات الصباح بصير سعيدة بنسبة 30% ساعات الظهر بصير سعيدة بنسبة 5% في ساعات العصر تقريبا بصير منتحس بنسبة 25% وبيكمل لآخر النهر عطارد في الميزان حتى يوم 29 10 طبعا سعيدة بنسبة 85% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيدة بنسبة 15% المريخ في الجوزاء حتى يوم 30-10 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل وبيد التراجع على الحوت ويكمل تراجع لغاية 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلوح حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورونس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم 14-12 منتحس بنسبة 15% 15-10% تقريبا نقدر نحكي بلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بتنشط اليوم في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما البعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة والتجاوب أحبائكم معكم الأجواء جيدة ودعمة لكم بقوة وفي منكم راح يخرج في رحلة أو يروج العمل أو يحصل على معلومات ما كان يتوقعها فترة داعمة للاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب ويكون في نوع من أنواع النجاح والحض في حياتك العاطفية والعائلية خلال هذا اليوم برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة أهم شيء تسارعوا في تهديئة الأجواء لأنها تعتبر هاي فترة مناسبة للاطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى مساعدة أو تعاطف الأجواء إيجابية ودعمة إلك بشكل قوي ولكن عليك أنك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وتبعد عن العصبية ممكن تهدم ببعض المسائل اللي بتتعلق بصحتك أو بصحة أحد الأحبة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا القمر الآن أصبح مقابلكم تماما يعني بمعنى آخر بدعمكم على مستوى الشراكة المالية والعاطفية ولكن بدغطكم على مستوى طاقتكم وعصبيتكم فيعتبر هذا يوم مناسب لتعزيز الشراكات سواء بالعمل أو بالعاطفة أو بين الأزواج ولكنها تعتبر فترة سلبية وضاغطة وما بينفعك فيها سوى الصبر والمرونة لأن القمر مقابلك يعني فيش طاقة عندك فصحيا ممكن تتأثر منها ونفسيا ممكن تتأثر منها وممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات ما عليك لتضبط أعصابك وتبعد عن الشر وتغنيله لأنه مش لمصلحتك برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم بدكت تنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وبرضو بدكت تنتبهوا لغذاءكم وراحتكم تكونوا منظمين وتحسنوا إدارة عملكم وحذروا من الجدال مع المعاونين وحاولوا أنكم ما تهملوا صحتكم لأن القمر موجود في بيت الصحة وبيت العمل فبيأثر على النقطتين هدول فحاول أنك ما تأجل وما تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات إضافية برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم واليوم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم وبتمفرج أساريرك وبتعيش لحظات سعيدة نسبيا وتعتبر هاي فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إشي أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائلة والأحبة وحاول أنك تصحيح الأخطاء اليوم وتعمل نوع من أنواع التقارب ما بينك وبين أفراد العائلة برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم بتجدوا نوع من أنواع التعاون ما بينك وبين أفراد العائلة وممكن بعضك يقلق حول وضع عائلة أو منزلة أو ممكن تظهر بعض المشاكل الشخصية أهم مش أنك ما تتهرب من المسؤولية اتجاه العائلة وتعتبر هاي الفترة شوي الأجواء فيها نوع من أنواع التوتر فبدك تراعي وضعك الصحي فيها برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات والنشاط عالي جدا عندكم ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانك اليوم تعززوا العلاقة مع الإخوة ومع الجيران طبعا بتدعمك الحضوض وبتكون جريف التعبير عن رأيك وبتتمتع بسرعة بديهة وخاطر بتلفت النظر الأجواء لطيفة وممكن يحملك هذا اليوم لقاء عاطفي أو مصالحة أو ورشة عمل لتاهيل قدرتك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيحملك فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين في النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية وممكن اليوم تهتموا بتوظيف أموالكم ولكن بتكونوا عاقلين في صرف الأموال ممكن اليوم تهتموا لمناقشة دعم مالي أو قرض أهمش إنك ما تفكر اليوم تعمل بعض الاستثمارات أو توظيفات إلا إذا درستها بشكل جيد وتعتبر هذه فترة إيجابية إذا ركزت بشكل جيد في بعض المعطيات فممكن من خلالها تحقق ربح ما برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم اليوم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مكانتكم الاجتماعية واليوم بيحمل انفراج وتقدم ملموس بعد مراوحة وركود عليكم تتحلوا بالحكمة وواقعية بعض الأمور بتشتد عزيمتكم وبترتفع المعنويات وبتستعيدوا سيطرتكم وممكن اليوم تحققوا نجاح باهر برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر استقر في القوس بيت متاعبكم فبدكوا تصبروا لحد ما يوصل القمر لعندكم فعشان هيك اليوم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم ابتهدوا وتيرتكم لحد الركود ممكن تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع معنوي أو نفسي أو صحي أهم مش إنك ما تحسم أي أمر لأنها تعتبر هاي فترة سلبية ومخيبة للأمال وما بدنا تندم على أي خطوة تقوم فيها فحاول إنك تقوم بأعمالك بشكل روتيني برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم بوسعكم تعزيز صداقاتكم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم برضو ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وممكن تحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب لجانبك وبتخف الضغوط وبيطمئن بالك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا يعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم اليوم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهم شيء تهدؤوا من روعكم ما تنفعلوا اتجنبوا مخالفة القوانين وإحرصوا على استقراركم واتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة وإحرصوا على لجمها إذا شعرتوا ببدايتها هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء